أهلاً وسهلاً بكم متابعين الكرام سنتكلم اليوم في علاج خشونة الركبة بالأعشاب والطب البديل سنبدأ بالتعريف وثم الأعراض والأسباب والوقاية وأخيراً العلاج إذا كان شراب أو تدليك أو وصفات لهذه المشكلة نعتذر عن الإطالة وتابعونا بعد الفاصل فضلاً وليس أمراً أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأفاضل المشاهدين الأعزاء أهلاً وسهلاً فيكم اليوم إن شاء الله أتمنى لكم السلامة معنا اليوم الفيديو سنتكلم عن علاج خشونة الركبة بالأعشاب والطب البديل وعشان الفيديو يكون منظم سنتعرف عن هذا المرض التعريف الأعراض الأسباب الوقاية وأيضاً في النهاية حعرض أربع طرق للعلاج منها شراب ومنها تدليك ومنها بعض الخلطات تابعوا معي شوفوا أخواننا المشاهدين خشونة الركبة هو عبارة عن التهاب هذا الالتهاب يؤدي إلى تآكل الغضاريف التي تكسر مفصل فتتشقق وتعرى عظام المفصل تمام هذا الغضاريف بعد ما تتآكل بيصير فيه عندنا احتكاك بيشعر الشخص بالألم أسبابه نتيجة زيادة الوزن تقدم العمر الكسور والإصابات وأيضاً من ضمن أسبابه أن هذا المرض فيه بيحدث من تناقص السائل الموجود في المفصل طبعاً إخواننا المشاهدين فيه في المفاصل سوائل هذه تسهل الحركة طيب بعد ما يصاب الشخص بهذا المرض ستتكون لديه نتوآت في الغضروف اللي بيكسر مفاصل طبعاً هذا سببه قلة العناصر الغذائية الضرورية التي تبني الغضاريف وتعوض التآكل هذا الكلام كله بيحدث مع تقدم العمر مع الإصابات وأنا ذكرت سابقاً أن السائل اللي موجود في الرقبة هنا مهم جداً بيبدأ ينفقد لأنه مهم جداً لأنه بيعمل كزيت التشحيم بين التروس المعدنية طيب من أعراض هذا المرض المريض بهذا المرض أعراضه ألام في الركبتين وخاصة عند المشي صعود السلالم ظهور الورم في الركبتين بعض الأحيان يعني هذه حالة نادرة تقريباً عدم قدرة على ثني الركبتين أو بسطهما في المجال الطبيعي أيضاً من ضمن الأعراء أو الأسباب الأسباب إخواننا زيادة في الوزن هذا إشيء مهم الوزن أو الثقل بيزيد على المفاصل وبالتالي يسبب إلى تآكل الغضر فعامل الوراثة السن إلى دور تقدم السن يؤثر أيضاً شكل الساقين إذا كان فيه تقوص في الساقين وبالتالي لا يحصل توازن فهذا الشخص اللي لديه تقوص في الساقين معرض للإصابة بهذا المرض الجنس السيدات أو النساء أكثر عرضةً لهذا المرض من الرجال يعني كون العمل في المنزل طيب التعب والإرهاق وصعود السلالم أيضاً الكسور بعض اللاعبين إصابات بالأربطة وإصابات بالركبة أو ما شابه هذه تؤثر بعض الأمراض الروماتيزيوم والروماتيد والنقرص وهشاشة العظام إلها كلها هذه إلها دور طيب الآن الوقاية تخفيف الوزن وتجنب السمنة الإبتعاد عن الأعمال المجهدة ممارسة الرياضة بشكل منتظم وبالتحديد المشي لأن المشي بيمنع تيبس المفاصل أيضاً هابدأ الآن وأعرض على حضراتكم طرق العلاج أول طريقة وهي طريقة الخردل مطلوب من الشخص المريض أنه يحضر بذور الخردل ويطحنها ويضعها فيه طشط كبير فيه ماء ساخن تمام؟ ثم توضع فيه الأرجل المصابة والركب طبعاً هذا الكلام يكرر يومياً لكن أنا شايف أنه هذا الطريقة صعبة كتير على أخواننا المشاهدين لكن فيه طريقة أسهل شوية فيه عندنا زيت اسمه زيت الخردل ممكن الشخص يحضره ويدفيه ويبدأ يدلك ركبته لكن التدليق بيكون بسيط جداً جداً طيب طريقة تانية لكن يمكن صعبة شوية لأنه حد نستخدم فيها الشطة فتخلط الشطة في زيت الزيتون ويدهن بها المفاصل المصابة يعني الشطة طبعاً الشطة المطحونة تمام؟ البودرة تخلطها في زيت الزيتون وتبدأ عملية الدهن بحركات خفيفة طيب طريقة الثالثة الزنجبيل مشروب الزنجبيل يساعد في علاج الخشون ممكن الشخص يعمل المشروب ممكن أنا بأقترع عليك وقتراح تاني أنه الشخص بشكل يومي يشرب الحليب الحليب الطازج ويضع عليه من الفوق من فوق يعني بودرة الزنجبيل تمام؟ وبالتالي يتناول الزنجبيل بطريقة يعني مناسبة له في طريقة أخرى أيضاً في زيت الزنجبيل يؤتى بزيت الزنجبيل ويسخن قليلاً ويبدأ الشخص بتدليك الركب بطريقة بسيطة طيب في عنا طريقة رابعة وأخيرة تدليك الركبة بزيت الزيتون المخلوط بزيت الفجل الدافئي ولاحظة يعني بالنسبة لتسخين الزيوت سواء في الطريقة هذه اللي معاي أو اللي سبق طريقة التسخين إخواننا بتكون طريقة غير مباشرة كيف يعني؟ على أساس أن الزيوت هذه تحتفظ بفوائدها يؤتى بإناء ويوضع به ماء ويؤتى بإناء آخر ويوضع به الزيوت الكرنب يعني الملفوف إن شاء الله أخواننا المشاهدين هذا الفيديو يكون واضح لكم مفيد أتمنى لكم السلامة حابب منكم إن شاء الله قوموا بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتضغطوا على زر لايك إن شاء الله بأوصل لمية لايك لهذا الفيديو وأيضا ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو على الواتس آب لأصدقائكم نهايتا نتمنى أن يكوننا لإعجابكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفيد زر الجرس وأيضا الضغط على لايك أسفل الفيديو واشير لجميع الأصدقاء عبر شبكة التواصل الاجتماعي والواتس آب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله